تنتص الصلة الانيرجي و تأخذها مع الواتر و الكاربون داكسايد لتأخذ شجر ستارش بروتين دعوكم البلانت يعمل جزء من هذا كله يعني لا يعمل كل هذه لا يعمل في بلانت يطلع شجر في بلانت تاني يطلع ستارش في بلانت تاني يطلع بروتين في بلانت تاني يطلع اي فود من دور الشباب من جريت فورج جوه كيميكال انرج جوه اي شباب كيميكال انرج لاني عندي الشباب الكوروروفيل اللي موجود جوه الجريم بلاستيد تاني كوروروفيل يعمل ابزورب السلط الانيرجي مع الواتر و الكاربون داكسايد جاز لتأخذ شجر ستارش بروتين كل الحاجات دي يا شباب نسميها ايه كيميكال انرجي تمام؟ تمام يا شباب نتكام بنوطة جميلة اوكي؟ ستارش بعد ذلك الشباب يقول لي الجلجوز ترانسفير فروم اوكي يعني يا شباب البلانت لما بيعمل بيعمل الجلجوز دا اللي هو الفود يبدأ بقى يتنقل لأوكي كل حتة في البلانت بيوصل لها الفود بتاعها او كيف شباب البلانت ترانسف لو لم تكن يحدث فتو سينسز يبقى البلانت ترانسفير نتكام نتكام يعني البلانت ترانسفير يعني البلانت ترانسفير لكي تبدأ الوضع مثل الهيومان والألمان و البلانت نفسه يعمل ايه؟ سؤال يا شباب ماذا يحدث؟ ما الذي يحدث للشباب؟ ما الذي يحدث للشباب ما الذي يحدث للشباب من الآخر ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ ماذا يحدث في حقيقة او طبعا يا شباب ونحن نتنفذ كيف نتنفذ يبقى شباب البلانت بيعمل بيطلع أكسجن والأكسجن هذا الأكسجن بيطلع أكسجن الولد الشاطر الجميل بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن نكمل بيطلع أكسجن تزرع أكسجن و تجعله الشباب يرى الصونلايت والتاني تضعه في أي حتة لا يصل على الصونلايت نركز و نفكر تتوقع يا شباب ما الذي يحدث؟ أول شيء تتبع أكسجن بيطلع أكسجن نر 2 جرين ليفز ستبدأ البلانت بيطلع أكسجن جرين ليفز و تتبع أكسجن ليه يا شباب لأنه يختصر بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن كلما يرى الصونلايت أكسجن يبدأ يعمل فوتوسنسز أكسجن في حصله يا شباب والجرين ليفز كبير في النمبر بيطلع أكسجن هل تخيل أن تتوقع أكسجن أن تنطق تتوقع أكسجن بيطلع أكسجن بيطلع أكسجن من أخير أكسجن الوصف بيطلع أكسجن الفتلع أكسجن لأعتقد أن فتلع أكسجن لأن الكلانت يجب أن يخف في النمبر في العملكة لا اعتقد أن الكلانت لا أعتقد أكسجن لأن الكلانت يتم تحصل الأموات البلانت في الدارك يا شباب لا يعمل افتو سينس يجب ان يكون عنده سونلايت فهو لا يستطيع ان يرى السونلايت فيبدأ ايه اللي يحصل له الشباب الجرين ليز تبقى ايه؟ والنبراكة اصلا ايه لكي البيلانت اصلا لتعيش اوكي يا شباب؟ تمام دي هنا compare between او comparison between the need of the plant and the animal بصوا شباب ال difference the need of the plant number one it needs soil to obtain water and neutronites يعني البيلانت محتاج السويل to obtain water او بدل obtain اللي يحصل عليك water and neutronites الناحة الثانية shelter shelter يعني مقوى يا شباب مكان يقعد فيه number two it needs sunlight to obtain food by photosynthesis process هنا يا شباب بيعمل photosynthesis فبيعمل الفود بتاعه عن طريق مين يا شباب؟ السونلايت يبقى هنا محتاج مين؟ محتاج السونلايت هنا بقى الانيمال والهيومن it looked for the food to obtain neutronites هو بيدور على الفود عشان يحصل عليها يا شباب لكن هنا يقدر البيلانت يعمل الفود بتاعه تمام؟ الحاجة الثانية it needs carbon dioxide gas يعني بيحتاج carbon dioxide gas and produce oxygen gas هنا اعكسها it needs oxygen gas to press يتنافس تمام؟ السميلة ان البيلانت والألمانت يحتاج الواتر والهيومن مفيش بلانت ولا أنيمال ولا حتى هيومن ليس يحتاج الواتر والهيومن اوكي يا شباب يبقى خلي بقى الكمبارزن مهمة المحتاج الواتر والألمانت it needs the soil to obtain water and the neutralites هنا need the shelter تمام؟ number two it needs sunlight to obtain food by photosynthesis process هنا it looked for food to obtain neutralites number three it needs the carbon dioxide gas and produce oxygen gas here number three it needs oxygen to press similarities between the need of the plant and the need of the animal the water and the air اوكي يا شباب سهلة الورد الجميل ده مركزين انتم معانا انا اريد شباب تفهموا الكمبارزن دي كويس قوي وبكده يا شباب خلصنا part two من البلانت اوكي اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد من قناة فيلو ساينز ولو عندك اي سؤال او اي سؤال او اي سبصار اكتبلي في كومنتس وهنا اعرض عليك الشباب